السلام عليكم بودكم تسمعوا الواحد صريح جيد جيد مهم ديل احد مؤسسي البوليساريو واللي انشق فيما بعد على البوليساريو وهو المحجوب والسلك احد مؤسسي البوليساريو ولي كما قلت انشق على البوليساريو واسس خط الشهيد في معنى انه زعيم حركة خط الشهيد فكيتكلم على ظروف تأسيس البوليساريو وكيفاش كان موقف الاحزاب المغربية انا دك وكيفاش تلقى الناس اللي بغوا ديلة البوليساريو الرد فيها دي الاحزاب وكيفاش تعانت معهم جزائر كيفاش تعانت معهم ليبيا والقدافي وكيفاش كان اسباب ديل انشقاق وكيفاش كيشوفوا دباء البوليساريو وهدي معطيات تاريخية كسردها واحد من المؤسسين نسمعو لهم زيان وخص المغربية نسمعو لها الشهيدة كله لانه الان كان نقاش ما بين السكان العقالم الجنوبية او اللي كيبغي اسمهم صحراويين او اللي كيبغي اسمهم صحراويين اصليين كان نقاش ما بين واحد المجموعة من المغاربة الصحراويين اللي منشقين على البوليساريو كما قد منهم المحجوب والسلك وكذلك حتى كان حركة الصحراويين من اجل السلام اللي قد نطرقوا لهذا الامور ونشوف هذا النقاش اللي ضاير وهش كله مهم وخص المغربة من طانجة القويرة يتبعو هذا النقاش مواطن مغربي ذي وصول صحراوية ازداد شمال الساقر حمراء واذا ذهب في مدينة ينقالها الحق والنية اي الحق والنية وبعد نهاية جيش التحرير بأن والده كان من جيش التحرير التحق بالجيش المغربي ولهذا توجهنا الى اقلم طرفاية التي تم تسليمها للمغرب سنة 1958 لابداء دراستي في المغرب ومعبدات السبعينيات كان لي لقام على الولي رحمة الله عليه الذي اقنعني بضرورة ايجاد حركة تحرير لنحرر الصحراء من الاستبار الاسباني ولهذا كانت بدايتي مع ما سيعرف بالحركة الجنينية وسينتج عنده بعد ذلك تأسيس ما سيعرف بالجبهة الشعبية لتحرير الساقر الحمراء والذهب اي اختصارا اث بوليساري اثنين وسبعين لما الولي رحمة الله عليه قرر على اننا يجب ان نقيم بحركة تحرير لتحرير الصحراء من الاستعمار الاسباني اكتب اول مقال في شريط انفاس اللي كانت صدرها اللعبي احدوا يطاراتي للامام وتحت عنوان الصحراء الغربية افريقيا افريقاء فلسطين في شمال المغرب العربي وتناول فيها الاستعمار الاسباني وضرورة التحريف لهذا قرر يدير لقاءات مع المجتمع المدني المغربي كانت لها لقاءات مع الحزاب المغربية كلها بيساريها ويبي بيمينها وقال لهم نحن شباب مغاربة من الصحراء نريد نحرر وطننا من الاستعمار الاسباني بعد ان جيش التحرير لم يكمل تحريره وتم تصفية جيش التحرير الحزاب المغربية ما واقفة كانت متذبذبة واحدين قالوا لو دي الدراري خلي عنكم خلي السياسة لمواليها واحدين قال لما على الفاسم شو كافحوا وانا نفاوض باسمكم واحدين قالوا لو معنا ما نديروا معكم وفي النهاية لم تكن هناك اي شيء مشجع من طرف المجتمع المدني لهذا قرر الولي معنا نروحوا نديروا مظاهرات في الطنطان في الطنطان لماذا؟ لأن الطنطان كل ساكن توبا وصحراويين تقنطرفا بدرنا مظاهرات في مارس 1972 وبعض المظاهرات تم اعتقالنا وبعض نتتم دلق صراحة ما كانش في محاكم ما كان في تعذيب لكن في شهر خمسة يتم تنظيم مقار الشيخ محمد الغضف الطنطان فذلك المقار يجوا الصحراوي من تندوف من الزويلات من برم مقرين من الصحراء من المولة تانية من أزوات إذن قال الولي هذه الفرصة التي يجب أن ننبه الصحراويين إلى أن لديهم وطن مصعمر ويجب أن نتعاون لتحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني تأكد الولي منذ ذلك الزمن على أن ليس هناك تفاهم بأن المغرب لا الدولة المغربية ولا المجتمع المغربي يمكن أن يعاوننا لتحرير لهذا يجب أن نعتمد على أنفسنا لنحرر الصحراء ولهذا بدنا في البحث عن البناتق القديمة والبناتق التي كانت عند أبانا في جيش التحرير أو بناتق المقاومة التي كانت ما قبل الجيش التحرير بعض البناتق فيها الرصاص ذي المبلدي بالوقيد وفيها وقرر وأسسنا البوليزارو في مؤتمر الزوارات عشر ماي ألف تسعمائة وثلاثة وثلاثة وسبغي وعشرين ماي قدرنا أول عملية ضد الاستعمار الإسباني وشدنا ثمان بناتق وثمان جمال واعتقلنا ثمان للجهيد الإسباني وبدأت ناوات البوليزارو من السلاح والإبل وكاننا عندها وسائل ذاتي سنواصل بها حتى الآن كانت القادية بالنسبة لقادية تحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني القذافي استغل الوضعية وقال ما دام هناك ناس مستعدين نحرر الصحراء أنا مستعد نعطيهم السلاح ونعطيهم المال ونساعدهم وعدلها وعطنا السلاح وعطنا المال وعطنا السلاح الحديث لضربة الإسبانيا بعد عام من ثلاثة سعود عشرين مائر وعشرين ضربنا السلاح الحديث فعله كلاشنكو في أحص سلاح حدث مكتوب على داخل ذهلو صونيعة تنين وسبعين تنين وسبعين حتى بدأت يشاعف الصحراوين على أن البوليزارو عند السلاح أحدث ما عند الاستمار الإسباني القذافي لما شاهد القضية قال نستغل هذه الوضعية لنجعلها من الصحراء الغربية نقطة بورة ثورية ضد كل المغرب العربي طيحوا بها المغرب ونطيحوا بها الجزائر ونطيحوا بها النظام الملتين ونطيحوا بها النظام تونسي وكان كريما معنا وساخيا معنا في كل شيء لما علمت الجزائر بأن ليبيا تدخل في وطاعتنا السلاح وخافت إذن ستكون البوليزارو وهذه البورة اللي هنا قريب مني أنا تابعلي تابع 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 لهم تابع لليبيا ستؤثر على الوضع الجيوس السياسي للأمن القومي الجزائري تدخلت الجزائر بكل قويتها وعيدت الوليد وقاتلوا ما تستقضى فيما تسعروا عدنا نحن ندربوك ونسلحوك ونعطوك ما تريد وفعلا فتحتنا التدريب في الشهر الثنين الف وتسعمية وخمسة وثبعين لأنه كنت من ضمن قيادة أول دفعة ستتوجهه للتدريب لدى الجزائرين وستكون الجنوات ما صاره بعد ذلك بجيش تحر الصحراء إذا لما تدخلت القوة الكبرى هذه الجزائر وليبيا إذا لم تعود تسمحه بأننا نريد أن نحر الصحراء باش نعطوه المعروف لأخذ نحر الصحراء ونظر فيها دولة ثورية تهدد المغرب وتهدد حتى تهدد كل منطقة وهم ضغطت البوليزاريو التوجه العامل عندها وفي التالي سيطة طريقة الجزائر سيطة رجال قدافي ولما نشقها في ستة طريقة الجزائر وتحولت الآن إلى بيدق في يد الجزائر في طار معاداتها منين مات الولي الولي ما حدو حي ما كانش قد يفرض عليه لا الجزائرين ولا الليبيين أي شيء الولي إنسان عبقري ومفكر وزعيم ثوري منين مات استراحة الجزائر ولهذا فرضت علينا واحد جزائرية دي وصول جزائرية نقاله محمد عبد العزيز وزوجهم من واحدة من المخابرة الجزائرية من هلتين دوف مملي وأصبح هم المسيرين البوليزاري ومن فان فقدت البوليزاري استقلاليتها وتحولت إلى بيدق في يد المخابرة الجزائرية تخدم مصلحة الجزائر قبل أن تخدم مصلحة صحراوي وفقدت قدسيتها وطهرتها نبلة وعلى هذا الأساس أعلن نحن المعارضة لهذه القيادة ومازلنا نواصل العارضة لفتح القيادة لأنها تحولت إلى مزبلة الانتهازين والمصفقين والمنافقين الذين يتاجرون بمعاناة الشبوعي الشعوبي ودمائها ودمائها 79 بدأت الاختطافات في البوليزاري والاعتقالات ومن المصادفات الغريبة أن هذو اللي تم اعتقالهم هما أنا والمدخلهم للبوليزاري إذن معنا عني متأكد من وطنيتهم وخلاص ولما احتجيت علاقية على البوليزاري ولما مسؤول الأمن على البوليزاري قلت له على هذو الناس وطني ولا يمكن أن يكونوا ولا كانوا هذو مهم بطني ما أرى أننا كنا مهم بطني وبما فيها أنت وبما فيها أنا تفجروا لي ما أعجبوا من جوع لها قامت دخل في الأمور المخابراتي الأمنية وأنا فقط مسؤول على الإعلام والدعاية في البوليزاري وهنا كانت بداية النهاية نتيجة هذا التناقل بعد ذلك بسنتين تم اختطافي وخذيته ست سنوات ونصف في سجن الرشيد هنا في سجن الرشيد في المخابي السرية لمخابرات البوليزاريو الجزائر بدأت أفكر في معارضة لها القيادة لأن البوليزاريو فقدت تنبلها وطهرتها وتحولت إلى مهزلة ومزبلة للانتهازين والمسافقين ولما أخرج من السجون واصلت كفاح ومضالي إلى أن أخرجت عائلتي من جاحين المخيمة وبعد ذلك أعلنت المعارضة في 2014 وما زلنا نفضح قيادة البوليزاريو ونظر على حقيقتها كمجموعة من جوة عصابة ومافيا تتجربة معاناة الجعوب والتضحيات هو نحن لما أسسنا خط شهيد صدمة الناس أسسناه في المربحة وفي المربحة قيادة كانت تحيط نفسها بهالة من القدسية والاعتبار كأنك إذا قلت في جين كأنك قلت هو في الله حشا ولهذا قالوا هذا المحجوم مجنون هو أصحابه مجنونين يتجمع القيادة يخول القيادة لكن بفضل صمودنا وإيماننا وقناعتنا بإيمان وكافحوا من أجله أصبح الآن بعد 15 سنة متاسفة البوليزاريو أصبح الشباب في المخيمات يقولون ضد القيادة كما كنا نقول لنا في 2004 معناها أن نقنعنا الناس قالوا أن هذه القيادة مجرمة فاسدة لا تصلحوا لشيء وعلينا أن نتعاون جميعا لفضحها وفي الشارع الآن يسيبهم الشارع لما يتفت واحد صيّع هو عشيان تقرير ضد الجزائر والبوليزاري ومنذ واحدة تصار وهذه أكرت ظهرت وسائل الإعلام للبوليزاريو وبالنسبة لي أنا أعتبر التقرير لأخير 2007 بداية لحجز القيادة البوليزاري والجزائر في الركن ليظهرهم على نام تعلنهما العقبة كأدا دون إيجاد حل لهذا النساء وهذه بالنسبة لي بداية النهاية بالنسبة لمشروع الجزائر والبوليزاريو اللي يتعلق بتحرير الصحراء وبناء دولة الصحراء لكن الجزائر بعد هذا القرار الأخير تعالى مجلس لهم 27-03 واللي أكدت على أن مشروع الجزائر والبوليزاريو ماشي للمحلال ماشي للحصار في العالم حاولت الجزائر أن تنوبع عن التضامن الدولي أو ترد على هزيمة قرار 27-03 لهذا استقبل رئيس البرلمان الجزائري رئيس البرلمان الصحراوي وصرح لوسائل الإعلام بأن سنة 2024 ستكون هي سنة الصحراء الغربية وبعد ذلك استقبلوا لا استقبلوا رئيس الوزراء رئيس الوزراء استقبل البرلماني فرئيس الوزراء اللي تمتعينه كان هو مدر دي وانا رئيس الجزائري وعينوا رئيس الوزراء واستقبل كذلك ثم بعثوا بعدد من لاعد الوسائل أو أحزاب قادة الأحزاب الجزائرية للمخيمات للتضامن مع السعارين هذا لكي يردوا هذه الدربة قال قرار مجلس الامر وليظهروا على أنكم لتكم وحدكم وأن نحن معاكم ماذا من العالم مهم معاكم بدرها أن نحن معاكم وهذه الدولة معاكم ملحظوا معاكم ليس كات تهديات دماير هذه الشعوب اللي تحاني خمسين سنة تحت في الحمادة تبحثوا عن حل وهذا بالنسبة لي أنا هو تغطية على الهزيمة اللي وصيبها بها مشروع البوليزاري والجزائر بعدها قرار سبعة وشين سبر ثلاثة وفي نفس وقت التعويض عن قلة الدعم وعن التضام الكبير اللي تلقاها مشروع المغرب لما يتعلق بالحكم ذاته في نسالة بإخواننا والمخايمات علانهم إخواننا بغينا ولا كرهنا وعلانهم صحراويين نشاو في البداية من أجل الحرية والكرامة والشعارة طررنانا والآن كانت تغطية البوليزاري وهي أول من أهانا كرامة وهو أول من رغى كرامة في الوحر إذن أظن على أنه ما كانا بقبول في السبعينيات والثمانينات لم يعد بقبول النهان في نهاية القرن الربع الأول من القرن الواحد والعشرين ويقول لك اللي رأيه ما يتغير بحل كدية لهذا يجب أن نعرف على أننا لا يمكن أن ننتظر ما لا يمكن أن ينتظر إذن لا بد أن ندخل إلى الشجاعة لنبحث عن حل يوني هذا النزاع وليس البقى في الحمادة إلى ما لا نهاية لأن الواقع الحالي فرض علينا يا أهل المخايمات أنتم أمام خيارين اثنين إما تقع في الحمادة إلى ما لا نهاية وأنتم فيها خمسين عام أو الحكم الذاتي وغير هذا غير موجود وهذه اللي يجعل على أن يالتنا نفهمهم كإخوة وعنهم أخوتنا ووجودة من عائلتنا على أنه يجب أن تفهموا يا أهلنا في المخايمات وفي كل مكان على أنكم أولاد عامنا وأخوتنا وأهلنا عنكم أفكار وقد تكون مختلفة مع الأفكار التي نحن ولكن يجب أن تفهموا ويجب أن نفهم أننا أيضا هنا في الصحراء على أنه محكم من عائلنا أن نعيش معاً ونهلكم معاً